بغية تطوير الخبرات للطلاب والأطباء المقيمين أقامت الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس يوما علميا حول أمراض البنكرياس في قاعة المحاضرات ضمن المشفى اليوم هناك مجموعة من المحاضرات التعلق بالبنكرياس تبدأ باستضبابات الارسبي لمرضى التهاب البنكرياس كذلك عقابي لالتهاب البنكرياس التهاب البنكرياس المزمن واختلاطاته أو رام البنكرياس كل ما يتعلق بهذه الغدة في الإطار الداخلي بالإطار الهضمية يقدم اليوم على شكل محاضرات معمقة اقتصاصية وذلك بغية تعميق المعلومات وتدريب على طباء المقيمين حول هذا المرض سلسلة من المحاضرات الهامة ومناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بأمراض البنكرياس إقامة الأيام العلمية مهمة لحتى نعرف الناس ونوعيهم على كثير من الأمراض اللي يمكن لو يعرفوا عنها نتجنبها وهي هلأ واحدة منهم التعريف بسرطانات البنكرياس نحن ننقض أيام علمية حول العديد من الأمراض لتعريف الناس سواء الأطباء والأخصائيين أو المقيمين أو حتى المواطنين بأهمية الأمراض وطرق الوقاية منا وطرق كشفة كل اللقاءات العلمية بتضيف إضافة إلى معلوماتنا وتضيف كمان مشان الطلاب والمقيمين وتعرف الناس بأمراض قد أحياناً ما مفكر فيها كأخصائيين حتى أخصائيين ما مفكر فيها وهي منتشرة بشكل عام ولازم أفكر فيها ونسلط الضوء عليها بالتوازي مع تقديمها لكافة الخدمات الطبية للمواطنين تستمر مشفى الباسل بتقديم المحاضرات التخصصية بجميع المجالات لرفع سوية الكوادر الطبية بشكل مستمر محمد حسن الإخبارية السورية طرطوس